السلام عليكم. السلام عليكم. النهاردة نتكلم على الطريقة الثانية لقياس الماكرو ادوبشن او تبني البيم على مستوى البلاد ومع مستوى الصناعة وعلى مستوى المستوى الكبرى باش على مستوى حاجة صغيرة باش على مستوى شركة. لأحنا بنحاول نقيسه على مستوى كبير. ده جزء من البيم فيرومورك للدكتور بلاد السكر. احنا نشرح نقول طريقة the future areas من نوات الانتشار. هنالكلم نهاردة على maturity components او نضج المكونات. فكرة ببساطة ان انا عندي تمام مكونات رأسيين موجودين على اساس اقدر اقول ان انا عندي بيم ولا لا. وعندي خمس مراحل. يعني عندي هنا تمام مكونات رأسيين. وعندي خمس مراحل من ادر المستن هنا. مرحلة برا دي ما فيش معرفة بالبيم ما فيش دواجه نحية البيم. في منطقة من الدباب حولين موضوع البيم دوت. منطقة اللي بعد كده في بدأ خطوة نحية البيم. اللي بعد كده بيقى في خطوة اكتر لحد ما تصل هنا يقتدر طول ان المنطقة دي خلاص اتمال البيم او بقت اماشي على البيم صح. ممكن تيجي في دولة فتلاقي مسلا ان اول حاجة هنا اللي هي الوبجيكتف اول نقطة بس هي اللي بتحقق فيه. بعد كما تلاقي هنا مسلا ده بتحقق في دي و ديت. ما نفعش ديت تحقق قبل اللي برة تكون بتحقق. دي فكرة المصفات ديت. بيبقى شريحة كبيرة من الشركات بتملاها. وبنبدأ ندرس هل فعلا فيه توجه نحية البيم ولا لا. هل فيه قوانين ولا لا. هل فيه تعليم ولا لا. هو استقصاء عبارة عن نقطة واضحة وصريحة بتعلم صحة ولا غلط. ففي الاخر بيطلع لك تقييم الجامل للدولة. فتقدر تقارب من دولة ودولة هل فيه مستقبل البيم ولا لا. يعني نقدر نقول لما نعملها مثلا بين كاتر والامرات نقدر نقول اه لا ده كاتر فعلا متفاقه في نقطة والامرات متفاقه في نقطة ونشوف مصر برضو ونشوف الدول ونبدأ نكرم بينهم ونشوف كل دولة فيه ومتفاقه فيه. الهدف ان انت تتنيل وتطور وتروح للمستواء اعلى. اول حاجة مسلا عندي الوبجيكتيف استيجيس اند مايلستون. يعني هل فيه اهداف واضحة لتحول ناحية البيم. هل انا عندي استراتيجية تبع الدولة كلها ناحية البيم ولا مفيش استراتيجية. دي اول نقطة. هل انت عندك ناس بتكود ناحية البيم ولا لا. يعني ممكن تكون الحاجة دي عبارة عن منظمات يعني مسلا هنا في حاجة اسمه وبيم او في بعض المنظمات اللي راحب بينضم لها بتبدأ تشوف ازاي نطبق البيم في البلاد. عن سبيل المثال مسلا السفارة البريطانية في بعض الدول بتبقى مهتمية بالموضوع دوت. فبتبقى ديفع ممكن تكون شركة سوفتوير عايزة تبدأ تدخل السوق وتكون هي الاساس. فهي بتبدأ تعمل ندوات وتعمل كذا وتبقى هي الاساس. ممكن يكون اشخاص يعني في بعض الاشخاص المتميزين في بلد معينة. فيرجح القوة البيم في الدولة دي ايات. بعد كده بنيجي للفريمورك الاطار العام التنظيمي هل في سياسات او في قوانين بتدعم الموضوع دوت هل لو حصل اي مشكلة هل القوانين مسلا عارفة ايه هو البيم او كده. بعد كده ندلي الكتب والمنشورات التسحق التأديره حوالي ان البيم هل فعلا فيه ناس بتكتب وبتنشر وفيه درسات معمولة ولا لا في الموضوع دوت. ممكن يكون مسلا البلد مش مهتمية بالموضوع دوت دلوقتي فانفيش كتب وانفيش درسات لا فيه مجالة مثلا زي بيم ارابية موجودة في المكان دوت وبتدعمه وبتغطي كل المشاريع اللي موجودة فيه فده بيرجح الكفة بتاعتها. ال learning and education هل فيه اه متوفر التعليم ولا لا? سواء في الجماعات او في سوق العمل ممكن يكون فيه مسلا الناس بتدي كورسات او فيه ناس بتدي اه دورات بتسهل الموضوع دوت. ده من ضمن الحاجات اللي لازم تتقيم. وبعد كده بنتكلم على القياس اه مستوى البيم وفيه عندي اه بنش ماركس. يقدر يقولي اه احنا وصلنا لفين? ممكن تكون معايير خاصة بالدولة او تكون معايير اه دولية وتم ما اعتمدها. هنلاقي عندي برضو ال standard and deliverables. اه 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 لو انا احتاجت مسلا اه اي مكونات مسلا بواب شبابيك هل قادر احصل عليها بسهولة ولا لا. الاخر حاجة التكنولوجي انفراوركس اللي والهاردوير هل هي فعلا موجودة ومتوفرة ولا في عندي مشاكل في الحصول عليها. ممكن تكون مشاكل مادية مسلا الاسعار غالية فيها. فاحنا ممكن هنبدأ بعد كنشوف الخمس حاجات الاسعين عندي اول مستوى دوت مبكونش فيه عندي بما خالص. المستوى التاني بيبقى فيه تعريف به. المنشط بدأت انت تتحكم فيه. انتجريتت بقى فيه نوع من الزكاء. فيه نوع من اه التكامل مع بعض. اه الاقتميزة ده اعلى مستوى. فبتبدأ تشوف انت وصلت الان المستوى فيهم. وبتبدأ تشوف ايه الخطوات اللي عشان اتنقل المستوى دوت للمستوى دوت. يعني هو اصلا القياس نفسه وانا بقيس. بعرف ايه اللي انا محتاجه عشان اتنقل للمرحلة التانية. بص على المرحلة التانية كده ايه اللي مفروض ان انا نعمله. فبتبدأ تشوف مثلا الوبجيكتف ستيجيس. بتبدأ تقيم فيه بعض النقاط الواضحة الصريحة. يعني بيش بتدي بيش بيقايم انت من واحد العشرة. لا ده هو بيديك وراء ويقولك هل متحايا معك الرقم واحد ولا اتنين ولا تات ولا اربعة. يعني مثلا الوبجيكتف هتلاقي بعض العناصر اللي انشوفها مع بعض دلوقتي. يبدأ يقولك ما عندكش انت سوق للبيم اللي مفيش اهداف والخصوات بتاعت البيم الميل ستون بش واضحة في دبابية. فيش اي معلومات خالص. ده يبقى انت كده هيق موجود هنا. تبدأ تشوف اه الحالة اللي بعد كده انت بدأت تبقى فيه معرفة بالاهداف بتاعت البيم المليمنتيشن معرفة بس مخدش خطوات واضحة. هنا بقى فيه خلاص اه تحكم ومقدار للموضوع. هنا الموضوع بقى فيه اه متكامل مع البوليسيز والبروسيز والتكنولوجي فانت وصلت للموحة دي. اه بعد كده هنا البيم ابجيكتف اندستراتيجي بقى خلاص متعرف واضحة جدا. وماثر في كل مكان. وبقى معتمد ورئاس الدولة بتتكلم عنه وحاجات زي كده. فانت بتبدأ تبص انت موجود في اي واحدة من الحاجات ديت. هل انت موجود هنا ولا هنا ولا هنا. اخيدي انت مثلا لو بتتكلم على دولة اكس موجود هنا. لو بتتكلم على دولة بي موجود هنا. لو موجود على دولة زد موجود هنا. فتبدأ تقيم. ونبدأ نشوف الدول وصلت لفين. كل دولة وصلت لفين. وده مهم جدا ان هو يتعمل بشفافية محدسش يتعصب لبلد من بلاد فيقول له ده احنا هنا. اه نروح مثلا للمرحلة اللي بعد كده مثلا هو learning and education مثلا. على سبيل المثال. فبيقول لك مثلا هنا مفيش عندي اي معلومات والتعليم مش موجود. وما فيش اي خطوات للتعليم. تيجي بعد كده بقى فيه معرفة بالنظام هيبقى معاملة ازاي. التعليم هيبقى ازاي. المواضيع اللي هتتدرس معروفة. هنا بقى خلاص موجود جوه الخطة بتاعت التطوير. وهكذا يعني الفكرة كلها ان انت بدأت اطنين من واحدة واحدة بتبدأ تدرسها بتبدأ تشوف الحاجات ديت. الحاجات دي كلها هننشرها طبعا بهم قرابيا بالتفصيل بالتعريب ان شاء الله. ونبدأ ان نعمل لها فيديو ونشرح فيها المواضيع بتفصيل. الستاندرد هل انت عندك ستاندرد بارتس اند ديليفرابلس ولا لا. هنا ما عندكش سوق خالص ما عندكش بواب ما عندكش شاببيك ما عندكش شايحك خالص. مفيش اجيب لكم منين انت شعب فقير. فمعني فالمرحلة اللي بعد كده تبقى فيه خلاص بدأت ناس تظهر بالعناصر دي تبقى الموضوع سهل. خلي بالك انت هنا لو انت عايز ترسم فيلا ممكن تبقى شهور لان انت كل شوية ترسم باب ترسم شباك ترسم من العصر للنقصة. هنا تبدأ ممكن تشتري حاجة مثلا معينة. هنا خلاص بقت فيه الشركات بدأت تعمل حاجات دي جاهزة وتقدر تحملها منها. خطوة خطوة بتبدأ الموضوع يتطور. تبدأ تبص على الخرصة بتاعتك هنا وتبدأ تقول لان انا موجود في المنطقة دي هنا وفي المنطقة وصلت الهنا وهنا موجود في اول حاجة. هنا مش موجود خالص. تبدأ تطلع خرصة كده فتقول مثلا الدول الاوليني انا عندي بشكل دوت هو وصل المرحلة دي ودي في الاهداف. هنا عندي مثلا الجزء ده بموصلش حاجة خالص لسه في الاول. تبدأ تبص كده. تبدأ تقيم الشركات. فيطلع لدول الفلانية بكزا. الدول الفلانية بكزا. فتبدأ تعرف ان في دول مثلا وصلت لمستوى معين. طب في دول محتاجة الناس عندها جوزة معين فده المفروض الدولة تهتم به او الشركات تهتم به عشان تعمل او 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 يعني تطوير لموضوع في الدولة نفسها. وبتبدأ تبص كده مثلا طب احنا عايزين نوصل مثلا على الفين وعشرين مثلا لأعلى حاجة في البم فبتقول مثلا في الفين وسبعتاشر هنعتمد اول خطوة كذا في 2018 هنوصل لكذا في 2018 هنوصل لكذا في 2020 هنوصل لكذا معك الثامن الحاجات للرئيسيين دول خلي بالك انت ممكن تعمل كله صح بس في واحدة واعة منك خلاص تروح ممضاعع لك القصة كلها فلازم كلهم بقى فيه تكامل هنا تعمل استابلش بيزيك استراتيجي انت عرفت انت وصلت الفين فايه الخطوة اللي نقصه لك عشان تطبق البم انا بس لخطوة واحدة بس مثلا او اربع خطوات طيب هاخد اللي اربع خطوات على كده فلازم مثلا تلاقي المانيا تقولك احنا هنطبق مثلا البم على سنة كذا على الفين وعشرين ليه قدت لك واحد دين ثلاثة هنوصل لكذا بريطانيا من خمسة سنين قدت لك احنا هنوصل لالفين وستواشر ابريل الفين وستواشر يبقى يكبير مثلا فبتبدأ تاخد خطوات فعلا جدية لحد ما تبدأ تطبقه لان هي بتمسك كده تقول احنا في الفين وستواشر مرحليا عايزين نعمل كذا في الفين وستواشر نوصل لكذا وبعدنا كذا وممكن مسلا محتاجين حد يقود البم فهناتصل بفلان الفلاني ييجي يقعد معنا يزبط لنا الفكرة تيجت محتاجين مسلا دكتور في الجامعة مسلا يزبط لنا الجزي دوت محتاجين يبقى عندنا مجلة في الموضوع دوت خطوات كل يعني مسلا على الفين وطمانتاشر نعمل كذا الفين وعشرين نعمل كذا اقول لك مسلا احنا هنوصل لل مستوى الثالث للبم في بريطانيا على الفين وخمسة عشرين ليه لان هو ماشي بماهنج علمي بش ماشي يلا بينا يلا بينا يركب الطيارة وروح عمل واحدة مع فلا هو ماشي بخطوات تيك 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 يقول لك مسلا لانهنسل خطوتين على ما عندي ده اعلى حاجة هنمشي بايه يقول لك واحد واثنين هنعملهم هنعملهم واحد عالفين وطمانتاشر وعالفين وعالفين وعشرين يكون احنا عملنا الخطوة التانية وعملنا الديفلوبمنت الليرنينج موديلز ويكون البم خلاص ناضج والسوا تمام اتمنى يكون الفيديو سهل وبسيط وشكرا لكم